أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية ما بين مصر وطائفة البهرة وثمن الدور المقدر للسلطان الطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية جاء ذلك خلال استقبال سيد رئيس السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه أنجلو استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه أنجله الأمير جعفر الصادق عماد الدين والأمير طهى النجم الدين والأمير حسين برهان الدين وذلك بحضور لواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسلطان مفضل سيف الدين ضيفا عزيزا على مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة ومثمنا الدور المقدر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية فضلا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل من جانبه أعرب سلطان البهرة عن تقديره البلغ لمصر مثمنا ما تتمتع به تحت قيادة السيد الرئيس من تعزيز للمواطنة على أساس التسامح الديني والتعايش السلمي بما يكفل للجميع مناخا مستقرا للسلام الاجتماعي ومشيدا بإيمان السيد الرئيس بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها وأنفتح مصر على كافة الأديان والطوائف استنادا إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته فريدة وفهمه الصحيح للدين وقد قام السيد الرئيس بمنح السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة وشاحا نيل تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية ترجمة نانسي قنقر